اشتركوا في القناة لقاء نافع مبارك اللهم أمين يا رب العالمين أسعد المشاهدين الكرام باستقبال أسئلتكم واستفتلتكم تباعا على هواتف البرنامج وعبر المنشور الموجود على حسابي بالتويتر حياكم الله جميعا حياكم الله شيخ خالد من أسئلة أخونا عبد الله من العراق يقول متى يعفى الإنسان من صلاة الجماعة في المسجد وهل إذا أعفي من صلاة الجماعة في المسجد يقيمها جماعة في البيت الحمد لله رب العالمين و أسلم على البشر النبي صلى الله عليه وسلم و على آله و أصحابه و من اتبع سنة بإحسان و من دين أما بعد فصلاة الجماعة مما أمر الله تعالى به في كتابه و أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنة و بيّن فضائله و بيّن تغليظ تركها و يجوز تركها لعذر و العذار متنوه إما مرض و إما خوف و ما أشبه ذلك مما يلحق بالمرض و الخوف و إذا عذر الإنسان في تركه صلاة الجماعة فإنه يسن أن يسليها في بيته جماعة إن تيسر له ذلك فصلاة الرجل مع الرجل أحب إلى الله من صلاته وحده و صلاة مع الرجلين أحب من صلاته مع الرجل و كل ما كان أكثر كان أفضل لكن لم يتيسر له ذلك فإنه يسليها منفردا و يكتب له أجر الصلاة جماعة ما دام معذورا الحمد لله أم محمد من السعودية السلام عليكم أم محمد معنا يا شباب عبد المنع من العراق السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا أنا نعم مدرسا في مدرس وزار حديث حول تحريم الغناء في الشرع الإسلامي فطلت أحد السابق يقول من جواب العلميين على تحريم الإسلام بالمعادل والأراني فأنا أحب عليكم من الجارة طيب شكرا يا عبد المنع في أحد يا شباب من؟ عبير من السعودية السلام عليكم ورحمة السلام حكرا يا عبد أدي أربعة إيضة ممكن تفضلي السؤال الأول ما حكم تشغير طيب السؤال الثاني ما حكم نفس المرأة في البيت أمام أفطالها أو أبالغين نفس البنطرة ومطيغ أو قصير ومشلح طيب السؤال الثالث ما حكم الصور الإضافة لله على بنافس أبطال أو أكبار أو الصعر نعم والسؤال الرابط ما حكم لا؟ يا الله حلم ما حكم أذكار اللي يقول لنا الأبطال والبالغين أذكار الصباح المساء طيب شكرا يا أم خالد من الجزائر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم أنا عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ نعم أنا عندي أنا يشخ أطر أطرمو ثلاثة أيام من كل شهر نعم هل إذا كنت يوم عشرة ثلاثة أيام هل أحصل أجل ثلاثة أيام من كل شهر طيب سؤال الثاني نعم أنا أطلبها كل يوم هل إذا نسيتها مرة هل أقضها طيب السؤال الثالث نعم سؤال الثالث هل أنا عندما أطلب في الصلاة في التشهد الكالي نعم أحيانا عندما أقرأ ثلاثة الفاتحة أقول بسم الله الرحمن 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 الرحيم ناسية هل لا أجل ثلاثة أم لا أجل طيب شكرا بارك الله أم عبد الرحمن من السعودية السلام عليكم السلام ورحمة الله أنا عندي سؤال وضعه تمام الشيخ خالدي يسمعني بهذا البدوى تفضل أنا بدي أشتغل طبيعي في إحدى المستشفيات وفي أكبر العمل هناك بند بحوالي خمسين ألف ريال تتاليب مدرسة لقفلي تمام البند هذا على المستشفى تكاليف مدرسة هاي طيب تفضلي أيها سوى كانوا الأفطال صغار أو كبار فأنا تكاليف هذا المبلغ لا يرطى لزوجي نقدا وإنما يرطى لزوجي بثورة شيخ بعد أن يحضر لها زوجي سند بإسم الولدين من الإدارة المالية في المدرسة طبعا تكاليف كل ولد حوالي مهشر ألف ريال يعني الإسرائي يبلغ المبلغ حوالي 24 ألف ريال نعم والمبلغ المرصود له خمسين ألف لكن إذا الآن في هذا العام استحقت لنا الثالث فإذا زوجي يبلغ ثلاثة أرصد من المدرسة بأسمع الثلاثة الأولاد وتكاليفهم الثلاثة تبلغ حوالي 36 ألف وهو أقل من المبلغ المرصود لهم لم يقال المستشفى لم تدفع للطفل الثالث يعني المستشفى بتدفع للطفلين مهما كان المبلغ المهم يكون خمسين أو أقل فالمدر المالي في المدرسة اقترح على زوجي يقول له إنه ممكن إحنا نضيف الطفل الثالث المبلغ حقه نقسمه إلى ثلاثة الطفلين فهل هذا يقول؟ يعني بدل ما يكتب له ثلاثين أم عبد الرحمن أم عبد الرحمن الطفل الثالث ما يدرس ولا لا؟ الآن الآن اقتحق هذا العام أهى طيب طيب ما أسمعك خلص واضح واضح إن شاء الله واضح إن شاء الله طيب هو بي أن الطفل الثالث الاثماشر قل بيضيفها بيضيفها إلى ثنب الطفلين الآخرين الأوليين طيب طيب شكرا لك يا أم عبد الرحمن صالح من السعودية السلام عليكم السلام ورحمة الله كيف حالي بارك وبرك الله يحييك لو سمحت لك كل المتابع نحكم والبارك في سؤال قالك من أخبر الزائدين سألت عن موضوعهم جدا نعم وما كنت منتظروا أنا ومجموعة كبيرة لكن أنت أنا ويرارك ما سألت الشيخ عنه طيب يعني سألت عن الشيخ الثالث وما تقرأ هالي بس ألت عنه نعم تفضل فهي كان في واحد عند أولاد قارغب يفعل يصلي هو إياه مجمع الفجر هل يعتبر إذا إدمت الله أو لا عندما ما درسلت الشيخ أو لا نعم بأخذ لا أنت السؤال ما كان بالطريقة هذه بارك الله فيك قالوا يبوك إلى عند أولاد في بيت هل يعتبر في صفح في بيت يصلي وما صلى في المسجد أي ما صلى في المسجد طيب 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 يا حبيبنا بارك الله في كبشر إن شاء الله أم ضياء من العراق السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله إن شاءكم شيخ حياك الله إذا سماحت لي عن سؤالين نعم السؤال الأول إذن استدار مني مبلغ من المال استرى في بيت وما يعني قال لي إيش وقت رح يسبب ليها يعني إذا أجل غير مثل أرجع ليها وقام سنويا أزكي يعني هذا صحيح لو يعني أتوقف على الزكرة طيب السؤال الثاني أي السؤال الثاني يعني يعني هاي جوز أنف الزكاة فلوث الزكاة يعني المبلغ وقريالبني هو نحتاج هو بس عنده راكب و Cinnamon الليين ما كما فيه يعني ينفع على عائدة نفس الأبن اللي استدنتي منه نعم تعطين الزكاة إلى نفس الولد اللي استدنتي منه أي أي نفس الولد أي نفس الولد عنده عنده راكب هو في السياء يعنيتي ما وصل الشهر لا يكفي نستك courلون كل شهر يعني كان لذا انك كثير طيب طيب واضح شكرا شكرا بارك الله فيك معنا حد يا شباب طيب شكرا لكم جميعا حياكم الله شيخنا أخونا عبد المنعم من العراق يقول هو يعمل مدرس ودار بينه وبين بعض الزملاء حديثا حول المعازف والغناء فيقول يريد جوابا علميا عن هذا الأمر فيما تعلق بالمعازف وهي الآلات التي يعزف بها على اختلاف ألوانها سواء ما كان منها قديما كالطبلي والعود ونحو ذلك أو ما كان منها حديثا بصوره المعاصرة هذه المسألة مما تواردت كلمات العلماء رحمهم الله على القول بحرمتي المعازف ومن طالع كتب التفسير والحديث والفقه رأى ما يخرج به إلى غلبة الظن بأن التحريم هو القول السائد الذي يغلب في كلام الفقهاء وهذا لا يلغي خلافا في هذه المسألة فإن ثمت طائفة من أهل العلم ذهبوا إلى الجواز ولكن الكثرة الكاثرة في كلام العلماء من أهل التفسير والفقه والحديث على اختلاف العصور على أن المعازف محرمة وقد حكى الإجماع على التحريم جماعة من العلماء من المفسرين القرطبي كذلك من المحدثين من الصلاح ومن المتفننين ابن رجب وغيرهم من أهل العلم ذكروا الإجماع على التحريم الحقيقة أنه الإجماع ليس سالما لوجود الخلاف في المسألة لكنه لما كان خلافا يشبه أن يكون شاذا من حيث قلة القائل بالإباحة أصبح السائد في كلام هؤلاء القول بالإجماع على التحريم وبعضهم نظرا لإلغاء الاعتبار لأقوال الظاهرية في الخلاف قالوا بالإجماع على التحريم أما ما يتعلق بالأدلة فالأريب أن الناظر في كلام العلماء يجد أنهم دللوا لذلك بأنواع عديدة من الأدلة من الكتاب ومن السنة وكل هذه الأدلة قد يرد عليها نوع من المناقشة العلمية التي قد تضعف دليلا أو تقيم دليلا أو ترجح مدلولا على آخر في هذه النصوص إلا أن مجموع هذه النصوص المختلفة في الكتاب والسنة تفضي إلى النتيجة التي ذهب إليها جماهير العلماء من حرمة المعازف وما يتعلق بسؤال الأخ عن جواب ينتظم هذه المسألة علميا لا شك أن ذلك يحتاج إلى بسط في القول قد يستوعب أكثر من حلقة وليس حلقة من حلقات صحيح الإفتاء التي الغرض منها الجواب بما يقضي حاجة السائل دون إسهب ولكن من أبرز ما استدل به القائلون بالتحريم ما ذكره الله تعالى في قوله في سورة الأقمان وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِظِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَاتَّخِذَهَا هُزُوَى أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِنٌ طبعا الآية هذه مستند أو موضع الدلالة فيها هو قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ففسر جماعة من العلم منهم حبر الأمة ترجمان القرآن ابن عباس ومن مسعود وغيرهما من الصحابة فسروا لهو الحديث بالمعازف وقد يرد على هذا التفسير إرادات ذكرها بعض المناقشين لدلالة الآية على التحريم لكن بالنظر إلى موضع استدلال الصحابة من الآية أولا أنهم أفقه الناس بكلام الله عز وجل وأنهم أعلم الأمة باللغة العربية لأنهم أصحاب اللسان وهم الذين شهدوا التنزيل كل هذه المقومات في كلام الصحابة أو المقومات في تفسيرهم تجعل قولهم أرجح من قول غيرهم فقول بعض الناس أن هذه الآية لا تنطبق على المعازف بل هي وعيد على مجموع ما ذكر الله تعالى من المذكورات في قوله ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوة فأولئك لهم عذاب مهين فالعقوبة ليست على الأفراد بل على المجموع يقال إن أفراد المجموع يثبت فيها التحريم أو الفاضل العقوبة أو الأجر فقوله تعالى في هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث وإن كان هذه العقوبة مرتبة على المجموع لكن تدل على أن الأفراد مما يستوجب عقوبة وإن لم تكن بما يستوجبه جمع هذه الخصالة المحرمة وكذلك يستدلون بقوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك ورجلك واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وموضع الشاهد في الآية قوله تعالى صوتك واستفزز من استطعت منهم بصوتك واستفزز من استطعت منهم بصوتك قالوا صوته الشيطان هو الغناء والمعازف وذكر أدلة أخرى غير هذا الدليل من القرآن وأما السنة فأبرز ما يكون من الأدلة ما ذكره البخاري تعليقا ووصله وغيره ليكون من أمتي قوم يستحلون أو قوام يستحلون الحرى والحرير والمعازف طبعا هنا قوله يستحلون العقوبة مرتبة على الاستحلال فالاستحلال هو الذي يوجب هذه العقوبة لكن السماع دون استحلال لا يوجب هذه العقوبة وإنما الحديث يدل على أن الحرى والزنة والحرير وهو لبسه ممن لا يجوز له اللبس والخامر والمعازف أنها من المحرمات صحيح لقوله يستحلون ولو كانت مباحة لما وصفها لما رتب هذه العقوبة على الاستحلال لأن استحلال الحلال لا يترتب عليه عقوبة المقصود أن هذا أبرز ما ذكره العلماء في الاستذلال على التحريم وفي كل الأحوال ينبغي للمؤمن أن لا يسرف حتى على قول بالإباحة لا يسرف في سماع المعازف فإن سماعها مما يصرف الإنسان عن الخير والهدى ويوقع في الرداء حتى لو كان الإنسان قد اعتاد مثلا بعض الحيان وهذا الواقع من الناس من يعني يرى أنه لا يهتم كثيرا بمسألة التحريم والإباحة يعني ليست حاضرة في ذهنه وليس غفلة عنه لكن اعتاد هذا أصبح شيئا يعني في المنتديات وفي المجامع وفي وسائل الإعلام وفي مواقع كثيرة فمات التحرز من هذا الاشكال أقول ينبغي التفريق أولا بين السماع والاستماع ما يصل إلى أذن الإنسان من غير القصد ولا إرادة إنما ليكون مثلا في طريق أو ليكون في مجمع في هذا الصوت أو في مطعم فتحوا هذا الصوت وما إلى ذلك من الأماكن فالأحراج يعني هذا السماع وليس استماع إذا كان محتاجا إلى أن يغشى هذه الأماكن الحين في التلفونات يعني في نغمات الرد تسمع هذا وأنت محتاج إلى أن تنصت حتى ترد على المجيب هذا السماع وليس استماعا فلا حرج فيه وما كان من هذا السماع ناشعا عن ألف وعادة نقول لأخواننا تخففوا ما استطعتم وإن تمكنتم من الترك الكل فهذا هو المطلوب وذلك أن هذه المسامع إذا وردت على الإذن استعذبتها وصرفتها عن سماع الخير والهدى والحق كما أن لها تأثيرا على القلوب والقلوب سريعة تتأثر بما يصل إليها عبر السمن والبصر والإنسان أغلى ما يملكه ويحرص على حفظه قلبه ذاك أنه بصلاحه يصلحه سائر حاله بصلاحه يبلغ الهدى والسعادة في الدنيا ورخص الله أن يوفق عنه والخير والبر والتقل ولكن أحب أن أنبه إلى أنه يعني لا تستطيع أن تلقي خلافا في هذه المسألة ولا تستطيع أن تهمش القول بالتحريم لكثرة من يقول به فينبغي الرفق في تناول هذه المسألة لأن بعض الناس يأتي ويعني يعرض المسألة عرضا يلغي فيها الخلاف بالكلية وهذا وإن كان قال به بعض أهل العلم لحكاية الإجماع لكن في الواقع تم تخلف الأمر الثاني هناك من يحطم هذا القول وأن هذا القول ليس له أصل ولا له مستند وأن القائل به لا حجة له طيب يا أخوها العالم الذين يعدون أعلام الأمة وأعيان علمائها عبر العصور وعلى اختلاف المذاهب لا يمكن أن يهمش قولهم باستنتاج يعني توصلت إليه باجتهادك فينبغي الرفق في تناول مثل هذه المسألة وتقدير أن عموم البلوة لها تأثير في هذه القضية أسأل الله أن يشرح صدورنا الحق والهدى وأن يطيب مسامعنا وأن يحفظ قلوبنا عما يفسدها وأن يعمرها بما يحييها وينيرها اللهم أمين الله يعطيك العافية يا شيخ على الإضاحة الجميلة الطيبة المبارك أختنا عبير من السعودية سألت سؤال وأنا أضم أيضا مع سؤال من المغرب الضابط يا شيخنا في اللبس الأم أو البنت أو الأخت أمام أقاربها في البيت سواء كان أخوان أو أخوال أو أقارب أو محارب هو الأصل في هذا أن تلبس ما جرات العادة بلبسه مما لا فثنت فيه جميل لأنه ليس تمت معيار غير هذا في ضبط ما تلبسه المرأة أمام محاربها لأن المقصود باللبس باللبس السثن صحيح وأما إبدأ الزينة فيجوز إبدأ الزينة بما لا يوقع في فتنة جميل لأن الله تعالى يقول وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ أَوْ 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 أَو 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 يبدي المفاتن ويظهر حجم البدم من صدر أو أرداف أو بطن أو خصر أو ما شبه ذلك على نحو يحصل به الفتنة هذا مما ينبغي تجنبه هذا لا يلبس إلا لمن لا تحصل الفتنة بنبسه عنده أو ما لا بأس بإظهار الزينة له في مثل هذه الأمور كالزوج مثلا فإذا استحضرنا هذا المعنى العام فيما يتعلق بلباس المرأة طبعا تعرف أن الأقارب أيضا ليس على درجة واحدة من تراه في السنة مرة واحدة ليس كمن تراه بكرة وأصيلة ولا من يساكنها فبالتالي الأمور تختلف باختلاف معايير عديدة والضابط الجامع لها هو أن تتوقع في لباسها ما يكون فتنة وطبعا هنا تنبيه مهم أن الفتنة ليست بالنظر إلى أن هذا يفتمني أنا ولا ما يفتمني لو رأيته في غيري إنما بالنسبة للابس من الذكور وإناث حتى الذكور ينبغي أن يراعوا في اللباس ما لا يكون فتنة ليس العبرة في ذلك ما يتصل بشخصه لأنه قد يكون بعض الناس ما يرا في هذا الأشياء تأثيرا عليه لكن العبرة بالنظر المعتاد المتوسط طبعا هناك من يعني يفتن بكل بارقة صحيح وهناك من هو ميت لا يفتنه شيء وبالتالي هذا وذلك خرجين من الحساب إنما المعيار هو لمجموع حال الناس ومتوسط أحوالهم هو الذي منظر إليه وإعتبر رسال الله أن يصننا وياكم من كل شر وأن يجمرنا بأبهى لباس وهو لباس التقوى قال تعالى ذلك قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير ذلك خير أحسن الله لكم شيخنا أم خالد من الجزائر سألت تقول هي اعتادت على الصيام ثلاثة أيام من كل شهر هل لو صامت يوم عاشورة تحسبه من الثلاثة الأيام نعم هو من ثلاثة أيام فمعنى هذا أنه من صام التاسع والعاشر والحادي عشر أو صام الثامن والتاسع والعاشر أو صام العاشر والحادي عشر والثاني عشر فقد صام ثلاثة أيام أو صام العاشر ثم صام اثنين أو خميس متفرقات فقد صام ثلاثة أيام فهو محسوب من جملة الأيام الثلاثة التي ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيامها من كل شهر نحسنا عليكم تسأل يا شيخ أنا هل تقضي صلاة الضحى إذا فاتت؟ جمهور العلماء لأنه لا قضاء في مثل هذا وذهب بعضهم إلى أنها تقضى ولا قرب فيما يظهر لي والله تعالى أعلم أنها مثل هذه لا تقضى لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم جميل أم عبد الرحمن سألت من السعودية في سؤال طويل لكن لعل الذي فهمت من السؤال شيخ أنا أنه هناك مخصصات مالية أيوة أنا أقول مثل هذا ترجع إلى صاحب الصلاحية جميل بمعنى أنه صاحب الصلاحية قال افعل كذا وكذا هو المسؤول وهو الذي له الصلاحية في ترتيب الأمر أحسن الله عليكم هذا من ليبيا سأل يقول شيخ خالد السلام عليكم ورحمة الله كيف أتعامل هذه أم أم سامح كيف أتعامل مع ولدي تساوره بعض الشكوك والتساؤلات في الأمور العقيدة وأمور الخلق تقول هل أخبر والده بهذا لأنني أنا أخبرت والده سيحصل إشكال كبير جدا كيف أجيب على هذه التساؤلات التي حين لا أعرفها طيب التساؤلات هذه قد تكون بسبب وساوس وقد تكون بسبب إشكاليات واردة بسمع ما يثير الشك أو بقراءة ما يثير الشك وبين هذين النوعين من المسائل فرق في التعامل ما كان من شأه الوساوس والهواجس الشيطانية التي يقذفها الشيطان وتسلط بها على الإنسان هذه معالجتها يعني ابتداء بالجواب عنها ثم بطلب العلاج فيما إذا كان إنسان أصب بما يسكنه من وساوس تقوده إلى هذه الشكوك من الضرورة المبادرة للعلاج لأن التماتي في هذا الأمر يوقعه في ملاة أحمد عقباه في دينه وفي حياته وفي معاشه وفي راحته وطمانينته أما ما كان منه ناشئا عن شك وارد وليس وسواس سواء كان الشك ذاتيا أو كان له باعث من من يثير الشك قراءة بقراءة أو بسماع أو نحو ذلك فهذا رأى أنه لا بد من إجابة عليه لأن الله جل وعلا أقام الحجج العقلية في إبطال الشبه الواردة على قلوب الناس والله تعالي يقول فسألوا أهل الذكرين كنتم لا تعلمون وأما موضوع هل تخبر والده وأن الخبار سيترتب على مفسدة كبيرة هذا في حقيقة خطأ في التعامل يعني أنبغى أن يفهم الوالد ما ذكرت من أن هذه الوساوس باعثها مختلفة فإن كانت باعثها مرضية يجب المبادرة إلى العلاجة والتعاون ولا تقابل بغضب ولا بثورة ثورة وغيظ وأما إذا كان باعثها شكوك وتشكيك فهنا يجاب عليها ويترفق به لإنقاذه من أن تستحوذ عليه هذه الشكوك أو أن يستحوذ عليه هؤلاء المشككون لأن فشل الوالد أو الوالدة في الإجابة على سؤال قد يجعل هذا يتضخم عنده حتى يشك فيما لا شك فيه وهذا يقع أحيانا وهو من خطوات الشيطان التي يستدرج بها كثيرا من الذين يخالطون المشككين فتجد عندما يعجز عن جواب في مسألة واحدة يعود الشك على كل القضية برمته وهذا غرض كوني لم أوفق على جواب أو لم آتي بجواب مسدد في قضية من القضايا لا يعني أن جميع القضية القضايا التي تطرحها مسلمة يعني بغي الفارز والتمييز أحسن الله إليكم شيخ أنا أم ناصر من الجزائر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك يا شيخ أريد أن أسأل عن خطم خطم ناصر نعم حكم ماذا؟ خطم خطم ناصر بأم ناصر كونية الكنية بأم ناصر أريد أن أسأل عن الشيخ أن يتطر لشقوق الزوجات بعد الطلاق يطلقها زي شيء حقوقها لي عن الزي طيب شكراً يا أم ناصر أريد أن أسأل عن الشيخ الشخصي أنا خاصة وريد أن أسأل فيها طيب خيراً إن شاء الله أم عبدالله من السعودية بارك الله فيك السلام عليكم أم عبدالله أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك الله تفضلي ليس محتي عندي سؤالي نعم السؤال الأول بالنسبة للعدة أختي في الحدات توفي أنها زوجها يوم ثلاثة رمضان ونحسب لها من رابع يوم من كل شهر وعدتها تخلص في 14 محر لكن في هناك من يقول لازم تكمل الشهرين اللي تجي 29 فما أدري عن صحة الكلام هل هو صحيح أم لا فيه شيء طيب والسؤال الثاني بالنسبة لصلاة الفجر السنة هل أبعي فيها دعالة لم أسمعت أنها تكون خفيفة هل أبعي تستجود أم بس أبكتي على سبحانه ربية الأعلى طيب شكراً بارك الله فيكم جميعاً شكراً يا مناصر حليمة من شاد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله تفضلي شو عندي أربع أسئلة تفضلي سؤال الأول السر السر في الصلاة هل يقرأت الصدر أعيدي يا أخوة حليمة نعم السر صلاة السر في الصلاة صلاة السر هل يقرأ في الصدر طيب سؤال الثاني نعم السؤال الثاني صلاة المرأة التي تحمل سفلها في ظهرها وفي صدر طيب السؤال الثالث سؤال الثالث إذا أخطى الإنسان في اتضع على الصدر ونفأه أحد يقرأ يقرأ ويقرأ 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 أو يقرأ بدون تسليم ويقرأ طيب السؤال الرابع سؤال الرابع تشهد أنا يليونة تشهد ويقول التاهيات لله الزات يأتي لله طيبات صلوات لله إلى نهاية هل هو جايد طيب شكرا يا أخط حليمة بارك الله فيك مستورة من السعودية السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام أنا عندي سؤال أنا سألت الشيخ قبل كده نعم أنا سألت الشيخ قبل كده بس ما وضحت له الكلام سؤالك ما هو يأخط مستورة سؤالي تفضلي أنا أبويا ما تتابلنا شيء كل شيء أعطى أخواني بسم أخواني وأبويا معك لسنين ما يس بس الميراث زي ما هو بس وإخواني من حقي أطالب أنا الشيخ جاوضني بس على كده سؤالي طيب أظنها كانت يعني إجابة واضحة إن شاء الله لكن إن شاء الله تسمعين إجابة الشيخ بحولها أبويا معك طيب طيب ببسر إن شاء الله شكرا معنا حد يا شباب طيب من أسئلة أخونا صالح من السعودية يقول اللهم صلى الله على محمد يقول يصلون في البيت جماعة صلاة الفجر يعني لم يدركوا الجماعة في المسجد صلوها جماعة هو أبناء في البيت هل يكتب أن يكونوا في ذمة الله كما ورد في الحديث الحديث الوالد في هذا الشأن عند الإمام مسلم من حديثه جندب بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبحة فهو في ذمة الله نعم من صلى الصبحة ولم يذكر جماعة أو انفرادا ولم يذكر في مسجد أو في غير مسجد وبالتالي هذه الفضيلة المذكورة في هذا الحديث هي لمن صلى الفجر في وقته سواء كان ذلك في الجماعة أو كان ذلك في البيوت سواء كان ذلك للرجال أو للمساء أو لكل من صلى ممن هو الصلاة تلزمه أو الصلاة في حقه نافلة كالصغار الحمد لله وبالتالي إذا لو صلى جماعة في بيته فإنه يدركه هذا الفضل مدام أنه صلى الصبحة في وقتها أحسن الله عليكم شيخا أمضياء من العراق والسبب في هذا أن الحديث لم يقيد جميل الفضل في مكان ولا في حال قال من صلى الصبحة فهو في ذمة الله نعم أحسن الله عليكم أمضياء من العراق تقول ابنها سدى منها مبلغ وبنى به بيتا تقول تزكي هذا المبلغ كل سنة وهي لا تعلم متى سيعيد لها هذا المبلغ هل يجوز لها أنها تزكيه كل سنة؟ إذا كان هذا المبلغ تحت الطلب متى ما طلبته حصلت كمال عندها في المحفظة أو في الحساب فيجب عليها زكاته أما إذا كان هذا المال عند من دينته ولو طلبته لقال لا انتظري اصبري أجمع نفسي أحصل المال بعد فترة فهذا لا تجب فيه الزكاة على الراجح من قولي العلم أو من أقوال أهل العلم جميل أيضا تسأل يا شيخنا تقول هي الآن ستخرج هذه الزكاة هل يجوز أن تعطي هذا الولد الفقير مرة أخرى؟ نعم أما لم تكن نفقته واجب عليها أما إذا كانت النفقة ليست واجب عليها فلا يجوز إذا كانت النفقة ليست واجب عليها فيه يجوز أما إذا كانت نفقة واجب عليها فهنا لا يجوز أن تعطيه من الزكاة بل تعطيه ما يكفيه من غير الزكاة الحمد لله أم ناصر من الجزائر تسأل عن الكنية بأم ناصر فيها شيء؟ الحمد لله أختنا ماريا سألت شيخنا تقول إذا كنت تظاهر بالحب لبعض الأشخاص ولكن في قرارة نفسي كرها شديدا لهم هل هذا من النفاق وهل يلحقني إثم بهذا الفعل لا إذا كان هذا لدفع شر أو لتحصيل مصلحة وليس فيه أذى لا بأس بهذا ودارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم فالمدارات ومحاولة الدفع بالتي هي أحسن قولا وعملا لا حرج في ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل استأذن عليه رجل فقال بإساءه العشيرة فلما دخل أحسن استقباله فقالت عايشة يا رسول الله قلت فيه ما قلت ثم لما دخل هججت له وأكرمته فقال إن من شر الناس من يكرم اتقاء شره فنبي صلى الله عليه وسلم أظهر خلاف ما في قلبه تجه هذا الرجل نعم وقاية لشره وتحصيل لمصلحة فإذا كان كذلك فلا حرج أحسن الله عليكم شيخنا أحد الإخوة من فرنسا يسمى نفسها المحامي يقول أنا أعمل محاميا في فرنسا فهل يجوز لي أن أترافع في قضايا تخص بعض الشركات التي نشاطها محرم لا أدري لأن هذا يحتاج إلى تفصيل ومعرفة إيش هذه القضايا فالجواب العام موهم لا بالمنع ولا بالإباحة يعني لا بالقول بعدم الجواز ولا بالقول بالجواز فلذلك يسأل عن القضايا على وجه الانفراد أما إذا كانت رفع بباطل فلا يجوز ولا تكن قال تعالى ولا تكن للخائنين خصيمة أي مخاصما مدافعة جميل والخائن هو كل من جحد حقا أو منع ما يجو عليه أحسن الله عليكم تقول أحد الأخوات السلام عليكم أريد أن أسأل الشيخ خالد بأن هناك بعض الأشخاص أجبنا على هذا السؤال يقول في قضاء الصلوات التي فاتت أنا مرة علي أربعة أيام كل وقت مع وقت يعني في القضاء نعم في القضاء في القضاء يصل لها مرة تبتا فمثلا على قضاء يوم يصل للفجر والظهر والعاصر والمغرب والإشاء متتابعة ما أمكنه إلى ذلك فإذا كثرت المقضيات بحيث أن يعجز أن يأتي بها جميعا في وقت واحد لو وزعها لا بأس لكن مدام يستطيع أن يأتي بها في وقت واحد فالواجب عليه أن يأتي بها متتابعة ويحتاج إلى أن ينتظر إلى غد أن يوصل للفجر مع الفجر والعاصر هذا لا يصلح بل يأتي بها متتابعة وفق استطاعته نحسن الله لك أم عبد الله من السعودية سألت سؤال مهم شيخ أنه يشكر على بعض الأخوات في مسألة الحداد هل الأشهر لابد أن تكمل ثلاثين يوم أو أنها تأخذ بالعدد تسع وعشرين يوم لا بالعدد المعتبر شهريا جميع فإن نقص الشهر فهو المطلوب لأن الله عزيزي القل ويقول والذين وتفون منكم ويذرون أزواجي يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر أربعة أشهر وعشرة فالمطلوب في الأشهر هو الأشهر بواقعها تمت أو نقصت فلا تكمل ما نقص من الأشهر ولو نقصت الأشهر الأربع جميعا فإن لا تحتاج إلى أن تزيد أربعة عشر يوم على الأربعة أشهر بل تكتفيه بالأربعة أشهر وعشرة أيام الحمد لله حليمة من شادي شيخاني سألت عن صلاة السر هل المقصود بها هو الأخفات في حيث أنه لا يحرك بها الشفتين لا لا يصلح في صلاة السرية عن يطبق شفته بل لابد من تحريك لسانه بما يقرأ لأن القراءة لا تكون إلا بتحريك اللسان لابد من تحريك اللسان فمن قال الله أكبر وأجاله في خاطره وذهنه قراءة الفاتحة ما نفعه هذه ليست قراءة القراءة لا بد أن يقرأ منهم من يشترط أن يسمع نفسه ومنهم من لا يشترط ذلك والصواب أنه لا يشترط أن يسمع نفسه فيقول الله أكبر أحسن الله عليكم شيخنا محمد من المغرب السلام عليكم ويتم القراءة أحسن الله عليكم حياك الله محمد فضلا حياكم الله حياكم الله حياة المحضر للشيخ مراحب هلا وسهلا عندي ثلاث أسئلة نعم هل هذا من قيام الليل؟ هل يمكن أن نعيدهم من قيام الليل؟ الجلوس أمام التلفاز ومتابعة المحاضرة؟ نعم يمكن بعد العيشة أقوم يتغل دعم قنوات للفاعل الكريم أو محاضرة دينية أو مرس دينية أو أخر كتاب طيب السؤال الثاني السؤال الثاني نبعنا في التقناة العبادة بالنسبة للمرأة الحافظة هل يبعنا بالكفاء البند؟ أم العلا باغتفالها؟ وأن كثيرا ربما بعض النساء في وقت البرد لا تستطيع أن تستطيع تستطيع المحاضرة في وقت لأباء السلامة بين الظهر أو العاطل فهل تقليمًا لتؤدي سلاة الظهر أما أنها تستطيع تستطيع طيب السؤال الثالث السؤال الثالث لصديق يقع بينهم مناقشة بينهم بل زوجته يتناقصون في أمور مثلا تنفيقيا فكل يأخذ ببليله فإذا وجدوا أن الكفة يرى والبليل رجحة بل زوجته تقوم بعدم مثلا تنطر القعام أو شيء ما هذا القدير طيب شكرا لك أخي الكريم أبو الحسن من النروج السلام عليكم السلام ورحمة الله أخي أنا في عندي سؤال بسيط في إحنا عندنا هنا في أوروبا أو في النروج الخاصة الشاب لما يصير عمره 18 سنة بيطلع من بيت ويأخذ بيت لحاله أنا في عندي بيت وبيتي أكثر في الورسة فبيجي أصدقائي لما يجابوا يصيروا بوقت 18 يطلبوا مني أعطيهم عقد إيجاري أنه إبنهم ساكن عندي وما ساكن بس يطلب مني أنه أكتبوا عقد إبن ساكن أنه يدفع دي مقدة معين لكي أعطيهم مساعدة من الزوجة هل في حرام علي أنا أن أعطيهم عقد من هذا النوع؟ واضحي شيخان نعم واضحي شكرا لك شكرا لك يا أبا الحسن بارك الله فيك من أسئلة اختنا صفية من الجزائر تقول لديها ابن بلغ سن الزواج وفي كل مرة يحاول أن يتزوج يعني يحصل له مشكلة تقول هل في هذه الحالة نرقيه تنفع معه الرقية؟ تقول ذكرت أن المحاولات أكثر من عشر محاولات أسأل الله أن يسر أمره آمين يا رب لا أعلم على كل حال الرقية نافعة سواء كان هناك ما يمنع أو كان هناك مانع طبيعي بعض الأحيان قد يخطب الإنسان من أناس كثور لكن لا يكتب له القبول وليس لي وجود ما يمنع من عيننا أو سحرنا ونحو ذلك لكن إن رقوه أو رقى نفسه فالرقية دعاء الحمد لله حليمة منتشاد من أسلتها يا شيخنا تقول الحكم صلاة المرأة التي تحمل طفلها على ظهرها لا بس إذا احتاجت إلى ذلك وإن كانت مستغنية عن هذا فالأفضل تركه لأجل أن ذلك أحضر لقلبها وأخشع في صلاتها الحمد لله سألت يا شيخنا إذا ذكر دليلنا إذا دعت إلى ذلك حاجة نفسه حمل أمامة بنت زينب ابنته وكان إذا ركع أو سجد وضعها وإذا قام حملها أحسن الله إليكم من أسئلة يا شيخنا تقول إذا ذكر الشخص أثناء صلاته أن قبلته خطأ هل يتحول إذا كان هذا مبني على اجتهاد صحيح فنعم يتحول لكن إذا كان مبني على تقصير خبر من لا يثق بخبره فهنا يستعنف الصلاة من أولها أحسن الله إليكم مستورة من السعودية تقول توفي والدها وكتب كل المراث باسم الأولاد هل لها حق أن تطالب في هذا الإرث؟ نعم أحسن الله إليكم شيخنا على كل حال الذي يفصل في هذا القاضي هي تطالب والقاضي إذا كان لها حق فسينصفها وإذا لم يكن لها حق فسيبين لها أنه لا حق لها فيما تقدمت به من دعوة يبدونها تخشى من قطيعة الرحم الشيخنا على كل حال إذا كان أوصى بأن لا يرث النساء أو شيئا فهذه وصية جور أحسن الله إليكم لأن الله تعالى قال يوصيكم الله في أولادكم لذنه كريم وذكر حظر صاحبين الأنصب يقول بعد صلاة العشاء يجلس هو زوجته أمام التلفاز ويقرؤون في بعض الكتب النافعة ويستمعون لبعض المحاضرات هل يعتبر هذا من قيام الليل أم أن قيام الليل مرتبط بالصلاة؟ لا ليس هذا من قيام الليل هذا قد يكون من المؤانسة من طلب العلم من مما يدخل في ذكر الله عز وجل لكن ليس هو القيام الذي جاءت الآن نصص في فضائله وبيان منزلته نحسن الله إليكم شيخنا يسأل أيضا يقول بعض الأخوات إذا وصل البرد درجات عالية جدا هل لها أن تتيمم في حال الحيض وتصلي أم أنها تنتظر حتى تغتسل إذا كان غسلها غير ممكن أو تخشى عن نفسها مرضا أو نحو ذلك فإنها تصل التيم لكن إذا كان يمكنها أن تسخر الماء وتغتسل الغسل الواجب عليها فهذا هو الواجب في حقها أحسن الله إليكم وبالحسن من أن الرواج سمعتم سؤال يا شيخ عندما يبلغ الشاب عمر 18 سنة يخرج من البيت بعض الأبناء أصدقائه يطلبون منه العقد من أجل أن يكتب أنه موجود في البيت وهو ليس موجود يحسن الله أشوف يا أخي إذا أجره تأجيرا حقيقيا ومكنه من المجيء متى ما شاء فلا بأس بذلك أما إذا كان تأجيرا سوريا بمعنى أنه لو ضرق على المبقر لا تدخل ليس لك مكان هنا وإنما كتب هذا لأجل أن ينتفع من ما يعطاه من الجهات المانحة للأجرة فهذا لا يجوز لأنه هذا نوع من الغش أحسن الله لكم أخونا إبراهيم من السعودية سالي شيخ أنا يقول في إحدى الشركات لديها مسابقة تقول المسابقة هذه اشتر بمبلغ لا يقل عن ألف ريال وتدخل في السحب هذا من أنواع الميسر إذا كان لا يمكن الدخول في المسابقة إلا من خلال دفع مبلغ وقد يكون تكون السلعة غير مقصودة يعني أو تكون ليست بهذا الثمن أو تكون وسيلة لإدخال الناس في المسابقات فهذه في كل هذا الصور يكون هذا النوع من الميسر أما إذا كان السلعة حقيقية ومقصودة والمشتري أرادها ومنح حق الدخول في مسابقة أو في سحب إذا اشترى فلا بأس بذلك فيفرق بين صورتين من العلماء من لا يفرق بين الصور يقول الجميع محرم لأن هذا فيه دفع مال لأجل شراء هذه السلعة ولأجل الدخول في المسابقة المسابقة السحب ومن أهل العلم من يقول يفرق بينها المقاصد بالنسبة للمشتري إذا كان يقصد السلعة ذاتها وأعطيها حق الدخول في السحب فلا بأس بالدخول إذا كان لا يقصد السلعة إنه ما يقصد الدخول في السحب فهذا لا يجوز أحسن الله إليكم شيخنا تقول أم عبد العزيز هل يجوز المرأة أن تبحث لها عن رجل صالح وتتواصل معه ليتقدم لخطبتها إذا كانت تعيش ظروف صعبة عند أهلها يعني تتواصل معه هذه كلمة واسعة ما معنى التواصل إن تقول أنا أرغب في الزواج فلا بأس يبدأ الرغبة لا بأس به أما التواصل بمعنى الأخذ والعطى وما أشبه ذلك مما يمكن أن يكون من موارد الفتنة والوقوع في الخطأ فهذا لا يجوز أحسن الله إليكم تقول أم خالد أقوم بتصوير بعض الأطفال ثم أضع على وجههم ما يسمى بالفيسات وهي تغير في أشكال الوجه ما حكم ذلك كيف يعني يعني تصور عن طرق السنابشات هذه الصورة وهذه الفيسات تغير شكل الوجه والله إذا أنا رأيت شيء إن كان هو المقصوص بالسؤال فأنا أرى هذا مما لا يجوز هذه الصورة يجعل للآدم أذان كلب وأنف هذا ما يجوز إذا كان نهي عن التشبه بالغراب وبالكلب فلا يفتلش افتلاش السابع ولا ينقر نقر الغراب وكل الحديث وردت بالنهي عن التشبه بالناقص فكيف يصور نفسه صورة كلب أو صورة حيوان الله تعالى قلو لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا كفضيلا أحسن الله لكم شيخنا تقول أم خالد ما حكم كتابة الرقى الشرعية والخياطة عليها وضعها داخل وسادة المريض لا يصلح هذا من الحجب وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك ولا يفرق في ذلك بين التمائم التي من القرآن والتمائم التي من غيره أخونا فايز كلنا في هذا امتهاد جميل كل يتوسد كلام الله أو أدعيه فيها ذكر الله هذا لا يصلح أحسن الله لكم شيخنا يقول فايز ما صحة حديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديت بأيهم اقتديت اهتديت ضعيف باسر وهم كالأقمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يقول باسر يعني صحيح لكن الاسناد ضعيف والاقتداء بمجتمع عليه وبمدلة عليه الأذلة وهم حل قدوه أسوة رضي الله تعالى عنهم أحسن الله لكم أخونا فايز يقول بعض الأشخاص يقول بإرسال من الزمنة بعض الأشخاص من الزمنة يقوم بإرسال رسائل لي فيها محرمات وأنا لا أعرف كيف أنصحهم فهل في هذه الحالة أحذفهم الله يا خيانة أخبر بنفسك إن كان قطع شرهم لا يكون إلا بحذفهم أحذفهم وإن كان في حذفهم مفسد أكبر فناصحهم وفي كل الحوال أرى أن تناصح من يرسل إليك مقاطع رديئة أو كلام خبير أو ما ينقص به دينك أو ما يحصل به فساد ناصح ابتداء وحتى لو قررت حذفه أو حجبه فناصح لعل النصيحة تقع موقع القول الحمد لله من ليبيا لعله السؤال الأخير يقول ما حكم رد السلام على غير المسلمين حيث أعمل في شركة فيها عدد كبير من غير المسلمين يبادرونني بالسلام عليكم إذا كان سلاما واضحا فرد عليهم ما حيوك به لقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوه بأحسن منها أو ردوها أحسن الله إليكم الشيخ خالد وشكرا لكم على المشاركة معنا في هذه الحلقة رميز شكرا لكم مشاهدي الكرام على طيبة المتابعة معنا في هذه الحلقة الطيبة المباركة كان ضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الأستاذ دكتور خالد بن عبدالله المصلحة المشرف العام على فرع الرئاسة العامة البحثة العلمية والإفتاء فرع القصيم شكر الله له وشكر لكم ألقاكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلي العلماء من ورث الكتاب أبه